النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود في تصريح صحفي لموقع العراق قائلا اقدم رسالة الى الجماهير العراقية باللغة العربية بالخط المفهوم المنتخب العراقي امام منتخب كوريا الجنوبية قدم اداء جيد ولا يستهان به اطلاقا لماذا بعض التهجم بالتعليقات السلبية ضد بعض اللاعبين مثل ايمن حسين وبشار رسن كفاكم جهل انتم ليس جماهير بل تحبون النعق باستمرار انا لا ادافع عن شخص او لاعب معين الكل ادى دوره بشكل يليق اما ما يخص استدعاء اللاعبين واشراكهم في المباراة هذه خيارة الاسباني فيسوس كاساس خيارات مدرد اذا كان اداء احد اللاعبين غير جيد هذا يدل على ان المدرب اخطأ باشراك بعض اللاعبين لا علاقة لللاعبين لماذا السب والتهجم على اللاعبين وهم ليس لديهم حيلة امام المدرب يطبقون بالحرف الواحد يغير مراكزهم ويقدم وياخر هذه قراراته اولا واخيرا ولا حق لاي جهة اخرى تتدخل في عمله وانتقاد اللاعبين صفة يستخدمها اصحاب العقول المريضة مدرب منتخب استراليا غراهام ارنولد في تصريح صحفي قائلا بطولة كاساسيا الفين وثلاثا وعشرين ستشهد منافسة قوية لكننا نتطلع للتتويج باللقب نتمنى ان نواجه المنتخب العراقي ويتكرر سيناريو عام الفين وخمس عشر ونتوج باللقب مرة ثانية نعمل على الفهور بصورة جيدة خلال البطولة لقد اتممنا استعداداتنا بشكل جيد خلال الفترة الماضية ونركز على المواجهة الافتتاحية في البطولة القرية يذكر ان المنتخب الاسترالي يلعب في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات اوز باكستان وسوريا والهند سيتجمع خمس وعشرون طالب من طلاب الدراسات العليا في اليابان لتحليل مباريات منتخبات كأس اسيا وذلك بالاعتماد على لقطات من المباريات على ان يتم ارسالها الى الطاقم التحليل الخاص بالمنتخب الياباني للاستفادة منها خلال البطولة نجم منتخبنا الوطني علي الحمادي المحترف في صفوف فريق وينبلدون الانكليزي مرشح لجائزة افضل لاعب في الدوري خلال شهر ديسمبر كانون الاول نادي الشرطة يستعيد نقاط زاخو لجنة الاستئناف ترد قرار لجنة الانضباط بخسارة فريق الشرطة امام زاخو مشرف فريق زاخو طه عبد الحكيم يؤكد توجه الادارة للشكوى لدى محكمة كأس الدولية بعد ان كسبت ادارة نادي الشرطة قرار الاستئناف لاعب المنتخب العراقي السابق بهاء كاظم في تصريح صحفي قائلا لاعتقد المنتخب العراقي سوف يستطيع ارجاع هويته الذي سلبها المغتربين المنتخب العراقي لم يخسر خسارة كبيرة امام المنتخب الكوري الجنوبي لكن لو كان خاسر نتيجة كبيرة بشرف كان افضل لا انضباط ولا تكتيك لعب عشوائي وفوضوي ولا نتمنى تكرار هذه المشاهد لدينا دور نجوم العراق والدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى والاسباني كاساس توفرت له امكانيات لم تتوفر الى مدرب غيره ولغاية الان المنتخب العراقي لا يبشر بخير ولم يتوفق في اختيار بعض اللاعبين مثل دانيلو ومنتظر وكأنما لم يلعبون كرة قدم مسبقا كشفت مصادر عراقية عن سبب عدم اشراك مدرب المنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس لمهاجم وينبلدون الانكليزي علي الحمادي في مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية وانتهت مباراة العراق وكوريا الجنوبية بخسارة العراق امام مظيره بهدف مظيف في مواجهة اعدادية لكأس اسيا الفين وثلاثة وعشرين على ملعب جامعة نيويورك في ابو ظبي اذ حمل هدف اللقاء الوحيد امضاء اللاعب في الدقيقة اربعين من عمر اللقاء وقالت المصادر ان المدرب خيسوس كاساس تحدث مع المهاجم علي الحمادي عشية مباراة العراق وكوريا الجنوبية وابلغه بانه لن يكون ضن خياراته للمباراة حفاظا على سلامته ولياقته البدنية قبل انطلاق كأس اسيا الفين وثلاثة سبب غياب الحمادي عن مباراة العراق وكوريا الجنوبية واوضحت ان كاساس ابلغ الحمادي بانه يحتاج الى الراحة قليلا خاصة ان اللاعب قد خاض اربع مباريات في ظرف عشر ايام في الدوري الانكليزي لهذا فضل المدرب اراحة اللاعب في مباراة العراق وكوريا الجنوبية وعدم الزجبه تجنبا لاي اصابة مفضلا اشراك بقية اللاعبين لمشاهدة مستوياتهم بشكل كامل لان المدرب يعرف مستوى الحمادي جيدا ولا يحتاج مباريات ودية لتجربته وتابعت المصادر ذاتها بان علي الحمادي يتعامل مع هذا الامر باحترافية وهو هادئ ويركز فقط على المساهمة في تقديم افضل اداء ممكن في كأس اسيا واستغلال اي فرصة ستتاح له خلال البطولة فالتتويج باللقب كان حلما يراوده منذ الطفولة وبعيدا عن المشاركة في مباراة العراق وكوريا الجنوبية لا يحظى علي الحمادي بدقائق لعب اكثر من بقية زملائه في خط الهجوم رغم الارقام المميزة التي حققها هداف وينبلدون في انكيلترا اذ لعب مع فريقه سبعا واربعون مباراة وسجل ستا وعشرون هدفا فيما صنع ثماني اهداف لزملائه وبهذه الارقام هو الاكثر تميزا من بين زملائه الاحمادي ابن الواحد والعشرين عاما ليس ضن الخيارات الاساسية في قائمة كاساس كونه يشارك بديلا وفي المباراة الرسمية التي لعبها اساسيا اشركه كاساس في غير مركزه وكان ذلك في مواجهة فيتنام بالتصفيات الاسيوية المزدوجة الامر الذي افار حفيظة الشارع الرياضي العراقي كاساس يصر على العناد رغم ضغط النقاد ويواجه كاساس انتقادات حدة بسبب علي الاحمادي اذ يرى النقاد والمحللون ان اللاعب لا يستحق التجميد على دكة البدلاء في الوقت الذي تكون فيه الافضلية في التشكيلة لزميليه ايمن حسين ومهند علي ورغم ذلك لم يعور عليه في مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي تعد اهم انتحان ودي قبل الدخول في المغامرة الاسيوية المرتقبة ويستمر علي الاحمادي مع المنتخب العراقي في المعسكر التدريبي المقام حاليا في ابو ظبي استعدادا لكأس اسيا قطر الفين وثلاثة وعشرين اذ اجرى الحمادي التدريبات الصباحية مع المنتخب العراقي والتي تضمنت جوانب تكتيكية مع تطبيق جمل ثنية كروية حسب توجيهات الطاقم التدريبي ومن المقرر ان يتوجه المنتخب العراقي الى العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل تمهيدا للمشاركة في كأس اسيا قطر الفين وثلاثة وعشرين حيث سيخوض المنافسات ضن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اندونيسيا واليابان وفتنام ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في البطولة المرتقبة على الملاعب المنديالية في قطر يوم خمس عشر يناير كانون الثاني الحالي بمواجهة منتخب اندونيسيا ترجمة نانسي قنقر